أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيدة سياحية يوصل استقبال سفنة سياحية المترددة عليه وذلك للمرة الرابعة خلال أيام واستقبل الميناء اليوم السفينة السياحية العملاقة كوستا باسيفيكا ضمن سلسلة رحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى الميناء وعلى متنها 2564 ركبا و2021 من تاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد وتعط السفينة واحدة من أشهر السفنة السياحية التي تقوب مواني العالم وتتكون من 13 طابقا وتتسع لأكثر من 3780 ركبا اشتركوا في القناة